من الأمور الأخرى التي تعتبر فرض كفاية هي مسألة إقامة الموسم كما يقرر الفقهاء إقامة الموسم علىها لا بد أن يكون فيه في كل عام يعني من يحج البيت ولا بد فيه من يعتمر إلى البيت هذه إقامة الموسم لا بد أن يقام الموسم أن يذهب مجموعة من الناس لإقامة هذا الموسم وبهذه المناسبة يتحدث الفقهاء عن مسألة مهمة وهي قضية إذا ذهب أحدهم إلى الحج أو إلى العمرة فإنه ينوي زيادة على العبادة نفسها ينوي إقامة الموسم حتى يتحول المسألة خصوصا إذا حج من قبل يتحول مسألة تتحول مسألة من استحبابية لعني أهل حكمها الاستحباب إلى مسألة فرض الكفاية والمعروف أن فرض الكفاية أكثر أجرا من الاستحباب من المستحبات ولذلك الإنسان لما يذهب إلى الحج أو العمرة ينوي مع هذا الأمر إقامة الموسم حتى يكون عمله وليس متعلقا بعين شخص ولذلك لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر فرض الكفاية لعم هذه إقامة الموسم إذن من فرض الكفايات يعني لابد أن يحج البيت ويعتمر إلى البيت بعض الناس ولو شخص واحد فإذا قام به كثير من الناس فالأحسن إذا كانوا قد حجوا من قبل ويعتمروا أن ينوي إقامة الموسم حتى يكتب لهم أجر كبير كأنهم أقاموا فرض الكفاية وفرض الكفاية كما ذكرنا أكثر أجرا من المستحبات ترجمة نانسي قنقر